يا صباح الفل صباح السعادة على أجمل وأحلى متابعين عندي في القناة وحشتوني من الفيديو اللي فات للفيديو دي سمحوني إن أنا ما نزلتلكمش فيديوهات مبارح ليه يوم وفيلو ما نزلتش فيديوهات مبارح لإني كنت مشغولة بحاجة مهمة جدا وحاجة فرحتني اللي أنا جايالك بيها النهار دي وهنوريها لك وهوريكي حاجة جميلة بصراحة وبسطيتني وفرحتني حاجة جيبتها جديد في الشقة ودلوك هوريها لك وهقولك إيه ليه جايب أنا في المطبخ يوم وفيلو جايباكي في المطبخ لإني بقولك هعمل تغيير شامل للمطبخ تغيير بالأمانة تاني هغير المطبخ 180 درجة وهيبقى الشكل الجميل الحلو كان نفسي بصراحة بحاجة جميلة أجيبه كان في حاجة كده أنا كنت محتاجها في المطبخ وكل شوية كنت بقول نفسي أجيبها نفسي أجيبه بصراحة كل حاجة لها أواني وكل حاجة لها وكتي طبعا أنا بشرح لك هنا بتقول إيه يوم وفيلو أنت في الفيديو تغييرات اللي انت هتعمليه شايفة الرف والمطبخ الجديم دول أنا هنزلهم وهشيلهم خالص وهنشيل الديفريزر والطرابيزة اللي أنا بحق عليها الدقيق دي اللي هي في الأرض دي دي أنا برضو هشيلها واخشها من المطبخ خالص ده إيه يوم وفيلو ده المجور الكبير بتاعي اللي أنا كنت حطاه تحت السرير طلحته لإني المجور الصغير ما بجيش يشيل كميتي لعيش اللي أنا بخبزه فطلحت المجور الكبير دي لإني أنا بعجن كمية عيش كبيري يعني أكتر من خمسين رغيف فبعجن كمية كبيرة فهو المجور الكبير دي هو بصراحة اللي بساعدني على كمية العيش اللي أنا بخبزه هنا بقول لك الرف ده أنا هخلعه وهشيله عشان التغييرات اللي أنا هعمله بصراحة اشتريت حاجي فرحتني مبارح ومسلتني جدا جدا وأنا كان نفسي فيها من زمان بصراحة وعايزة أوريه لكم دلوقتي وعايزة رأيكم في الكومونتات وتكتبوا لي رأيكم اللي كانت الحاجة اللي أنا جبتها دي حلوة ولا مش حلوة بصراحة أنا مفصوطة جدا جدا من مبارح على الحاجة اللي أنا اشتريتها دي يوم فيه لو أنت مفصوطة على إيه جبتي إيه أنا اشتريت المطبخ الجميل العسل اللي انتوا شايفينه قدامكم دي بصراحة أنا من سعة ما أنا اشتريتها وأنا مفصوطة أو صعيدي وأنا كان نفسي أن أنا اشتري مطبخ من أيام زمان بس كانت لما كنت في الشقة الصغيرة كان المطبخ ما شايفلش غير الحوض والبتجاز بس ما كان الشي لأي حاجة جنبه بصراحة من سعة ما أنا جيت للشقة الكبيرة دي والمطبخ الكبير اللي انتوا شفتوه دي طبعا يستحج أنTE أشتريله مطبخ كبير بالجمال والحلاوة دي طبعا اشتريت المطبخ الألوينتان دي حلو جدا جدا أنا هشرح معاك دلوقتي تفاصيل المطبخ بالتفصيل دي أول حاجة الوحدة المنفوق دي بقولك دي لنظة بتنور بتطلع أنوار حلوة وشكل حلو بتعمل منظر جميل هنا أول رف معاي دي الدرف المنفوق دي الرف اللي احنا هنعلقه من فوق فيها رفيان طبعا أنا فتحت أول ضرفة هو ألمونتان كله طبعا فتحت أول ضرفة فيها رفيان شايفين الرف دي بيتفتح لفوق فيه دراع كده بيخليه بقى مسنود عليها طبعا الدراع دي بيبقى محمل عليها فبيبقى مرفوع بالشكل دي هو جواه رفيا من جواه كده بالشكل دي أدي رف وأدي رف التاني بصراحة حلو وواسع وجميل وعجبني وكفية علي أنه هو ألمونتان أحسن من الخشب الخشب بصراحة ما بيحملش بالاستعمال كتير بيتبهضل بسرعة معاني طبعا ده ألمونتان نغسله هيرجع الجلس زي ما هو طبعا ولادي يبتد أنهم يحط الألعاب بتاعتهم فيه لأنه أنا حطاه في الصالة لسه ما ركبتوش أنا مستني أخوي يجي كده من الشغل هو وجوزي وبالليل كده إن شاء الله هنركب المطبخ وهو ريكي حاجة جميلة جدا في المطبخ والتغيرات اللي أنا هعمله بعد الرف الكبير اللي انت شفتيه فيه رف صغير كده من تاح بيتفتح كده عكسه يعني ده بترفع إلى فوق ده بترفع إلى تاح ده رف صغير ممكن إحنا نحط جواه كوبايات ممكن نحط أي حاجة طبعا ننظم المطبخ وترتيبه وفرش المطبخ ده هعمل لكم فيديو عالية وهنفرش المطبخ مع بعضينا وهنشوف إيه الحاجات اللي هنحطها معنا الضرفة الرابعة طبعا برضو زي الضرفة اليمين بالضبط هي رفيا برضو ألمونتان حاجة جميلة بجد نفسي أقول لكم بجد كل واحدة نفسها بحاجي هتحققيها وهتجبيها وحدة وحدة هتبني بيتك بصراحة أنا كل الحاجات اللي عندي في الشقة بصراحة أنا ما جبتهاش مرة وحدة جبتها بالقسط وجبتها وحدة وحدة لغاية ما أنا عبيت شكتي بالخير كله والرزق كله وطبعا بمساعدة جوزي عمرك في حياتك ما تعمل حاجة لوحدك لازم جوزي يكون معاك ومساعدك ومشجعك إنك أنت تعمل الحاجات دي وأنا وجوزي بصراحة بنين الشقة بتاعتنا دي وحدة وحدة لإني بالأمانة تاني ما كانش عندينا أي حاجة من الحاجات اللي انتم شايفينها في الشقة بتاحتي يوم ما تجوزتي ما كانش عندي غرقط النوم والبتجاز والغسالة البرميد اللي هي بتاعت أيام زماني بتاع الست وستك آدي اللي كانوا عندي بالأمانة أنا قوّنتي نفسي بنفسي وبنين بيتني وحدة وحدة للغاية ما أنا اشتريت كل حاجي وخلاص عبيت الشقة بتاعتي بالكل حاجة بتبقى نفسي فيه بحقيقي يوم وفيله طب انت دلوقتي جايباه قسط ولا جايباه كاش انا هقولك دلوقتي جايباه بكام وجايباه قسط ولا كاش بالامانة تانية انا المطبخ اللي انتوا شايفينه دي انا جايباه قسط في مطابق بتجاب قسط ايوة انا اشتريته قسط رميت له مبلغ معين وانا جايباه بالقسط وزي ما يكون معاي اخر الشهر انا هتفعله بصراحة انا جبت المطبخ ديتي مفسوطة بيه جدا وسعيدي وكل واحدة نفسها بحاجة ربنا يحققها لها يا رب واحدة واحدة اللي ما عندهاش ولا حاجة من الحاجات دي واحدة واحدة صدقيني هتبني بيتك وهتجيبي كل النفسك فيه انا ما كونش عندي ولا حاجة بامانة والله ما كان عندي ولا حاجة من الحاجات دي لغاية ما انا جبت كل النفس فيه اولا طبعا هتقول لي بكام يوم وفيله السعر بقى لو انت عاوزين تعرفوا سعره اكتبوه في الكومنتات وانا هرد عليكم على الخاص اقولكم سعره كام لان بصراحة كل بلد وكل مكان كل واحدة اسعار بتاعت البلد بتاعته تختلف عن كل بلد تاني المهم انا بوريك الضرف بتاعته الضرفتين في النص فاجين درج كبير وهنا الضرفة الشمال برضو رفيا يعني المطبخ دوين واسع جدا من تحت بشيل معاي الضرفتين في النص دول هشيلوا معاي حلل اما الدورة في العجناب دي طبعا نحط فيها صواني بسبوسة كيكا هنحط فيها اي حي انا المهمة هرتب المطبخ وهلم المواعين كلها بنظام وهنظم المطبخ على كد ما انا اقدر هخلي مطبخ بتاعي سوبر لوكس وزي العساب ويا رب التغييرات اللي انا هعملها في المطبخ تعجبكم ولو كانت المطبخ عجبكم النهاردة تكتبوني في الكومنتات وعايزة كل واحدة تدخل كده كومنت حلو وتقولي الف مبروك يوم وفي له على المطبخ لاني انا بجد مصوطة وسعيدة بي هنا بقول لك الرفين من تحت دول فاجيم درج حلو الدرج ده انا ممكن استغله احط الشوك والمعالج والسكاكين طبعا انا هنظم جايبة منظمات بتاعة الشوك والمعالج هروسها فيه وهحط فيها الحاجات بتاعته عشان تبقى جريبة على ايدي لان انا الشغل كله هيبقى على الرخامة اللي انت شايفها داي والجزء المنفوق ده احنا هنرفعه بالشانيور كده وهنركبه في الحيطة وهننظم المطبخ دلوقت وعاوزين نشوف ايه الحاجة اللي احنا هنستغنع عنها في المطبخ وايه الحاجة اللي احنا هنخليهم طبعا انا وردكم المطبخ من بهدل بالفعل المطبخ بشكله بش حلو خالص طبعا بعد ما هنظمه هركب المطبخ دي وبعد ما يركبوه انا هنا بقولك ان انا حطاه في الصالة مستنية ان اخويا وجوز ييجوا من الشغل وعلى بالليل هنركب المطبخ ونرفعه من الارض وطبعا لما اجي افرش المطبخ او افرش الدولاب المطبخ بالكامل انا هعمليكم فيديو هنزله لكم بس مستنية تعليقاتكم تعليقاتكم بتهمني جدا جدا ومستنية لايقاتكم الكتيري لما بجد لايقاتكم دي هتحالت تعرفني ان المطبخ عجبكم وان التغييرات اللي بتعملها امه فيه في المطبخ ان هي عجباكم واللي وصلت معايا لغاية كده ما تنسينيش في اللايك والشير وتفعليدي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد يا اجمل واحلى متابعين عندي في القناة